هذه الكلمة التي تلخص كل حديث في كل برامج الطويلة المفصلة طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا سأعود بكم إلى أصل هذه الكلمة إنها رسالة من إمام زماننا إلى شيعته في زمان الغيبة الكبرى ميرزا مهدي الإصفهاني رحمة الله عليه متى توفي ميرزا مهدي الإصفهاني؟ توفي في سنة 1365 للهجرة نحن الآن في سنة 1443 للهجرة ما بين سنة وفاته وبين هذه السنة 78 سنة 78 من السنين ما هي بمدة طويلة جدا؟ ميرزا مهدي الإصفهاني ولد في سنة 1303 للهجرة وتوفي في سنة 1365 للهجرة وصل إلى ثانية والستين من عمره وتوفي في مدينة مشهد حكاية جميلة ترتبط بميرزا مهدي الإصفهاني إصفهاني إيراني من أشياع علي صلوات الله وسلامه عليه ورد إلى النجف كان الرجل نابها وذكيا ودقيق النظري وعميق الفكر كان كان جداً في درسه وبحثه أتحدث عن الدرس والبحث الحوزوي في حوزة الطوسي في النجف تفوق على أقرانه في دروسه الحوزوية ونال درجة الاجتهاد بحسب الأعراف الحوزوية في النجف وهذا هو أعلى مستوى علمي بحسب موازين حوزة الطوسي في النجف الرجل بلغ مرتبة الاجتهاد بحسب موازين حوزة النجف وفي الوقت نفسه كان ميرزا مهدي الأصفهاني ملتصقاً بأستاذه في العرفان أحمد الكربلاء سيد أحمد الكربلاء من تلامذة شيخ حسين قلي الهمداني رجاء اعرضوا لنا صورة السيد أحمد الكربلاء وهي صورة يتيمة نادرة ويبدو أنها ليست سليمة هذه صورة السيد أحمد الكربلاء الذي كان أستاذاً لكباري عرفاء الشيعة وأعرضوا لنا صورة الميرزا مهدي الأصفهاني هذا هو ميرزا مهدي الأصفهاني الذي حدثتكم عنه قبل قليل عن تاريخ ولادته ووفاته سيد أحمد الكربلاء من تلامذة شيخ حسين قلي الهمداني ويتحدثون عنه كثيراً في أجواء العرفانيين إلى الحد الذي يقولون عنه أنا أنقل كلامه أنا لا أصدق العرفانيين ولا أعبأ بكلامهم لكنني أنقل كلامهم كنت في يوم من الأيام من العرفانيين وممن تعمق كثيراً في هذه الأجواء لكن حين أشرقت لي أنوار المعارف من حديث العترة أنت طلقت ذلك المسيرة من دوني رجع كنت عاشقاً ومحباً للعرفاني أيام شبابي وقد توغلت فيه كثيراً وأعرضت وأعرضت عنه إعراضاً لا مثيل له مثل ما قلت لكم حين أشرقت لي مشارق أنواري معارفهم من قرآنهم المفسري بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم مثلما بايعتهم في الغديرين في الغدير الأولي العلوي وفي الغدير الثاني المهدوي على أي حال سيد أحمد الكربلاء يقولون عنه ما يقولون في الأجواء العرفانية إلى الحد الذي يتداولون فيما بينهم بشكل مخصوص من أنه كان من زواري الجزيرة الخضراء الجزيرة الخضراء التي ترتبط بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لها حكاية طويلة لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع إنما أقول لكم ما يقوله العرفانيون في أجوائهم من كراماتي ومعجزاتي ومناقبي هؤلاء العرفاء سيد أحمد الكربلاء هو أستاذ السيد علي القاضي الطباطباء إمام مدرسة العرفان المعاصرة ما مدرسة العرفان هذه ما هي بقديمة سأحكي لكم حكايتها وإذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل فعودوا إلى برامجي المختصة في هذا الموضوع إنها متوفرة على شبكة العنكبوتية وكان أيضا أستاذا لميرزا مهدي الإصفهاني وقد التسق به التصاقا شديدا قد تكون علاقة ميرزا مهدي الإصفهاني أقوى وأشد من علاقة علي القاضي بسيد أحمد الكربلاء ميرزا مهدي الإصفهاني ميرزا مهدي الإصفهاني مثل ما كان نابهاً ونابغاً في دراسته الحوزوية كان أيضا نابهاً ونابغاً في دراسته وسلوكه العرفاني تفوق في الاتجاهين إلى أن قال له أستاذه أحمد الكربلاء في يوم من الأيام من أنني لا أستطيع أن أنفعك أكثر مما نفعتك إنك قد بلغت الكمال بلغت الكمال في الدراسة العرفانية في السلوك العرفاني بإمكانك أن تسير وحدك في الطريق وبإمكانك أن تتصدى لتربية التلاميذ فقد أصبحت ممسكاً بناصية العرفاني وأسراره وشؤونه الرجل وفقاً لهذا تكاملت دراسته الحوزوية حتى صار مجتهداً بحسب موازين حوزة الطوسي التي لا أعبأ بها لكنني أحدثكم حديث التاريخ وتكامل أيضاً في مسلكه العرفاني هو يحدث خواصه بعد ذلك يقول إنني تكاملت حوزوياً في دراسة الحوزة وأصبحت ضليعاً في علومها الرسمية المعروفة وبلغت الإجتهاد إنها الدرجة العليا في الدراسة الحوزوية الطوسية وفي الوقت نفسه فإن أستاذي أحمد الكربلاء أعطاني الإجازة من أنني قد تكاملت عرفانياً بحدود المنهج الدراسي في مدرسة إحسين قلع الهمداني وأحمد الكربلاء كان من رموزها ومن التلامذة المبرزين لشيخ هذه المدرسة مرزى مهدي الأصفهاني يقول لكنني لا أستشعر الكمال في نفسي ولا أستشعر أنني قد وصلت إلى حقيقة الدين لا في دراسة الحوزوية ولا في دراسة العرفانية أخذ هذا الهاجس يسيطر عليه سيطرة كاملة يراجع كتبه يراجع ما تعلمه يراجع ما وصل إليه فإنه يجد نفسه ما بلغ شاطئ الأمان يقول إنني لا أتلمس حقيقة القرب من إمام زماني فلا الدراسة الحوزوية تقربني إليه ولا الدراسة العرفانية تقربني إليه إلى أين أذهب فالحوزة والعرفان هما أبواب الدين إلى أين أذهب بدأت حياته تسود في وجهه شيئا فشيئا وبدأ الخناق يضيق عليه الرجل كان معروفا عنه يهتم بالنظافة كثيرا ويهتم بحسن مظهره وبأناقة ملبسه وثيابه كان دقيقا في كل شؤونه لكن الحالة التي هو عليها جعلته يهمل كل شيء أهمل بيته وأهمل نفسه وأهمل مظهره وأهمل اهتمامه بالنظافة التي كان يراعيها كثيرا لقد اضطربت حياته اضطرابا إلى الحد الذي ما كان يطيق أن يبقى في النهار في بيته فلجأ إلى مقام قبر هود وصالح ولم يكن معمرا كان بناءا قديما مهجورا لم يكن هناك من الزوار الكثيرين الذين يذهبون لزيارته لزيارته ما إن تبدأ الساعات الأولى من اليوم حتى يخرج ميرزا مهدي الإصفهاني من بيته من مكان إقامته إلى قبر هود وصالح أن الجفيون يعرفون أين هو مزار هود وصالح قطعا في زماننا كل شيء تغير نحن نتحدث عن زمن إن يعود إلى ما يقرب من تسعين سنة وربما أكثر إلى زمن بعيد من زماننا هذا ما مثل ما قلت لكم من أن ميرزا مهدي الإصفهاني توفي في سنة 1365 للهجرة قطعا هذه الحوادث حدثت قبل تاريخ وفاته فهو قد توفي في مدينة مشهد بعد أن هاجر إلى مدينة مشهد وترك النجف وراءه في كل يوم كان يترك مكان إقامته ويتوجه إلى قبر هود وصالح يمكث هناك طويلا ربما يبقى إلى وقت الغروب تارة ينشغل بقراءة القرآن أو بقراءة الدعاء والزيارة وتارة يتوجه إلى إمام زمانه يناجيه وأخرى يبقى صامتا مذهولا فإن الرجل كان يعيش حالة من الذهول وسؤال يتردد في عقله إذن أين هو الدين هذا الذي تعلمته لا يمثل شيئا من حقيقة الدين لا الذي درسته في الدراسة الحوزوية الطوسية ولا الذي تعلمته في المدرسة العرفانية الصوفية إذن أين هو الدين كان يتوسل يوميا بإمام زمانه يا قائم آل محمد أدركني أدركني أين الطريق أين هي البوابة التي توصلني إليك تمر الأيام وتسود الدنيا في عينه وتبدأ حلقة حياته تضيق وتضيق لقد ساءت حياته في كل الاتجاهات وهجر الناس جميعا لا يجد أنسا لا في بيته ولا حتى حينما يذهب معتزلا في قبر هود وصالح إنه يبحث عن دينه ما وجد حقيقة الدين لا في دراسة الحوزة ولا في دراسة العرفان إنني حين أحدثكم عن هذا الرجل أتذوق طعم هذا الكلام الذي أقوله لأنني قد تذوقت تذوقت طعم الدراسة الحوزوية الطوسية وتذوقت طعم العرفان في أغواره البعيدة أحدثكم بحديث عمليا لا أحدثكم بحديث نظريا إلى أن جاءه الفرج في يوم من الأيام بعد أن اشتد عليه الأمر وضاقت به الدنيا وضاقت به الدنيا في جميع اتجاهاتها وفي يوم من الأيام من دون معاد كان جالسا بمفرده في قبر هود وصالح وإذا بالإمام قد دخل عليه لقد عرف إمام زمانه لم يره من قبل أنا لا أتحدث عن منام ولا أتحدث عن مكاشفة أو مشاهدة أو معاينة مثل ما يقول العرفاء لقد رآه مثل ما يرى كل شخصا في الحياة الاعتيادية اليومية جاءه إمامه فحب قائما من مكانه قبر هود وصالح وفي القبر في المزاري اثنان الحجة بن الحسن ويقف بين يديه ميرزا مهد الأصفهاني كان الإمام متبسما في وجه ميرزا مهد الأصفهاني وميرزا مهد الأصفهاني يقرأ في بسمة الإمام أن ننظر إلى صدري فميرزا مهد الأصفهاني كان مذهولا كان مشدودا إلى وجه إمامه الذي يشرق جمالا وهيبة وسؤددا ونورا وشرفا إنه ابن نرجس الطاهرة هذا ابن الحسن العسكري هذا إمام زماننا الذي بايعناه بيعة الغدير الثاني هذا هو قائم آل محمد هذا هو خلاصة الوجود إنه بقية العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل مثل ما قلت لكم ميرزا مهد الأصفهاني كان مذهولا لكن ذهوله هذه المرة يختلف عن ذهوله الذي كان يعيشه في الأيام العسيرة التي مرت عليه وهو في حيرة من أمره والسؤال الذي كان يدور في فكره ليل نهار أين هو الدين أين أجد حقيقة الدين وها هو الدين أمامه ها هو الجمال والجلال الإلهي يقف أمامه كان الإمام متبسما في وجه ميرزا مهد الأصفهاني وميرزا مهد الأصفهاني فهم من دون أن يكلمه الإمام الإمام فهمه من دون كلام أن جوابك على صدري فنظر إلى صدر الإمام هناك يافطة جميلة قد علقها الإمام على صدره يافطة خضراء لم تكن عريضة جدا هذه اليافطة ثبتها الإمام على صدره يافطة من قماش أخضر من قماش أخضر بلون براق وقد كتب على هذه اليافطة المثبتة على صدر الحجة ابن الحسن بخط جميل بلون أبيض إلا أنه يشرق نورا بلون أبيض منير فقرأ الرسالة المكتوبة على هذه اليافطة دخلت في عينيه وفي عقله وفي قلبه طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن ما إن قرأ ميرزا مهدي الإصفهاني هذه الرسالة ودخلت في كل كيانه غاب الإمام أمام عينيه لكن ميرزا مهدي الإصفهاني كما يخبر الذين أخبرهم من أن كل شيء قد تغير في حياته رجع مسرعا إلى بيته وبدأ بتنظيم أموره وفي ضرف أيام قليلة اتخذ قراره أن يغادر النجف التي ما كان في لحظة من اللحظات يفكر أن يغادرها فيما مر من أيامه التي قضاها في النجف لكنه صف كل شيء من أموره ومن علاقاته وأخذ قراره النهائية أن يغادر إلى مشهد لماذا؟ كي يبدأ حياة جديدة لأنه يعرف أحوال النجف لن يستطيع أن يبدأ حياة جديدة بطعم مهدوي فالحوزة طوسية طعمها شافعي معتزلي والعرفان صوفي طعمه طعم الفتوحات المكية لابن عربي طعمه طعم فصوص الحكم أراجيف ابن عربي أراجيف الصوفية وخيالاته وتفاهاته هذه هي الحقيقة من الآخر أنني أحدثكم بحديث الذي له خبرة نظرية وله خبرة عملية في المجالي فذهب ميرزا مهد الإصفهاني إلى مشهد وأسس مدرسته التي عرفت بالمدرسة التفكيكية هكذا تعرف في الأجواء الثقافية الإيرانية وأتباعها يطلقون عليها المدرسة المدرسة المعارفية اشتقوا هذا العنوان من هذه الكلمة طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا أنشأ مدرسته قد يسأل سائل منكم هل أنا متأثر بمدرسته أقول لكم كلا أنا لا أنتمي إلى أي مدرسة من المدارس الشيعية مع خبرة الواسعة فيها فأنا على خبرة واسعة جدا في تفاصيل المدرسة الأصولية وفي تفاصيل المدرسة الأخبارية وفي تفاصيل المدرسة الشيخية وفي تفاصيل المدرسة العرفانية وكذلك في تفاصيل مدرسة ميرزا مهد الإصفهاني التي قد تسمى بالمدرسة التفكيكية وتسمى بالمدرسة المعارفية أنا لا أنتمي لأي مدرسة من هذه المدارس أنا أنتمي إلى مدرسة هذا عنوانها الكتاب والعترة إنه القرآن المفسر بتفسيرهم فقط 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 والحديث المفهم بقواعد تفهيمهم فقط فقط قطعاً بحدود فهمي قطعاً بحدود إدراكي نذهب إلى فاصل قد يكون مفيداً أن أحدثكم عن خصائص المدرسة المعارفية لكن الحلقة ليست مخصصة لذلك فميرزا مهدي الأصفهاني أنشأ مدرسته التي عرفت باسمه في مدينة مشهد وفقاً لفهمه لهذه الرسالة ومن هنا قلت لكم إنني لست متأثراً بمدرسته ولا علاقة لي بها أنا نهجت في الطريق الذي نهجت فيه وفقاً لفهمي من هذه الرسالة أيضاً من هذه الرسالة ومن كل ما جاء في قرآنهم المفسري بتفسيرهم وما جاء في حديثهم المفهم بتفهيمهم مثل ما بينت لكم في بداية الحلقة من أن الكلمة هذه تلخص كل المضامي طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن صلوات الله صلوات الله وسلامه عليك يا بقية الله للمعلومة النافعة السيد السيستاني السيد السيستاني أتحدث عن المرجع الأعلى في النجف هو من مدينة مشهد وولادته في مشهد وولد في سنة ألف وثلاثمية وتسعة وأربعين على ما هو معروف للهجرة فأدرك حينما كان يافعا أيام ميرزا مهدي الأصفهاني فالسيستاني درس المقدمات عند تلامذة ميرزا مهدي الأصفهاني درس المقدمات وربما حضر بعض مجالس الميرزا مهدي الأصفهاني توفي ميرزا مهدي الأصفهاني سنة ألف وثلاثمية وخمسة وستين للهجرة والسيد السيستاني ولد في سنة ألف وثلاثمية وتسعة وأربعين للهجرة يعني قد بلغ إلى السنة السادسة بعد العاشرة في زمان وفاة الميرزا مهدي الأصفهاني وبعد ذلك انتقل إلى مدينة قم وتتلمذ عند السيد حسين البروجردي وتأثر به كثيرا وفارق كبير بين المدرستين مدرسة ميرزا مهدي الأصفهاني مدرسة مهتمة بالقرآن والسيستاني وبالحديث بينما مدرسة البروجردي هي مدرسة طوسية صرفة وهي غاطسة في الفكر الناصبي إلى حد بعيد جدا فالنشأة العلمية للسيستاني صحيح في بداياتها كانت في الأجواء القريبة من فكري ميرزا مهدي الأصفهاني لكنه طلق ذلك وارتكس في فكري البروجردي إنها المدرسة الطوسية والعميقة جدا في طوسيتها ذكرت هذا للمعلومة التاريخية النافعة أعود إلى هذه الرسالة التي وجهها إمام زماننا إلينا جميعا هذه ما هي برسالة خاصة بالميرزا مهدي الأصفهاني لذا فإن الإمام لم يتكلم معه وأثبت له التوقيع على صدره هذا توقيع للشيعة عبر ميرزا مهدي الأصفهاني هذا هو السر في عدم كلام الإمام مع الميرزا مهدي الأصفهاني وإلا فكان ممكناً أن الإمام يقول هذا الكلام بلسانه لكنه كان متبسماً في وجهه وأوحى إليه أن الجواب في هذا التوقيع وكان هذا التوقيع محمولاً على صدره وكان التوقيع مختوماً بختم الإمام وَقَدْ أَقَامَنِ اللَّهُ وَأَنَا وَتَحْتَ كَلِمَةُ وَأَنَا كَانَ خَتْمُ الْإِمَامُ وَأَنَا الْحُجَّةُ بْنُ الْحَسَنُ في بعض النقول وأنا الحجة ابن الحسن العسكري فكان هذا التوقيع محمولاً على صدر الإمام صلوات الله عليه ومختوماً بختمه هذا يعني أن الكتابة كانت بخطه الشريف ولذا فإن الإمامة قد ختم تلك اليافطة بختمه المبارك إنها رسالة وتوقيع بنحو مخصوص لنا جميعاً لم يرد توقيع من الناحية المقدسة بهذه الخصوصية وبهذا الطراس إنها آخر رسالة وصلت إلى الشيعة آخر توقيع وصل إلينا من إمام زماننا هذه الكلمة الذهبية الذهبية على الأقل بالنسبة لي تنير عقلي وتنير قلبي وتنير وجداني وتنير لي الطريق هذه الكلمة عشقتها وخالتها في عقلي وقلبي إنني أحدثكم حديث الوجدان الصادق أتمنى أن يصل هذا الصدق إلى عقولكم وإلى قلوبكم كي تعانقوا هذا المضمون مثل ما عانقته كل أحاديثي كل برامجي كل دروسي كل ما كتبت وكل ما فكرت وكل ما نطقت وكل ما عملت في أجواء هذه الكلمة في أجواء هذا التوقيع الشريف طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا بتوفيقك يا بقية الله أعني وأعني الذين يريدون أن يتمسكوا بهذا السبيل من أبنائي من بناتي من أخواني من أخواتي أعنهم أن يكتشفوا هذا الطريق وأن يتذوقوا حلاوته إنني عشقت مسجد جمكران بسبب هذه الكلمة وأصبحت من مرتاديه حينما كنت في مدينة قم في الثمانينات وفي التسعينات أعد نفسي من عشاق مسجد جمكران ومن مرتاديه ومن مرتاديه ولطالما زرته وأكثرت من زيارته في أول زيارة لي لمسجد جمكران بعد أن قرأت عنه ما جاء مذكوراً في كتبنا وما حدث به الحسن ابن مثلة الجمكراني الذي التقى بإمام زماننا في الأرض التي بني عليها المسجد حكاية مفصلة طويلة لا مجال لإرادها فذهبت إلى هذا المسجد في أوائل سفري وانتقالي إلى إيران والعيش في مدينة قم وإنني وأنا أحدثكم الآن أتذكر حلاوة ذلك المسجد وحلاوة الوصال فيه وحلاوة العبادة فيه في أول زيارة لي للمسجد وأنا أريد الدخول من الباب أتحدث عن البناء القديم للمسجد المسجد تغير الآن هذا حديث في بدايات بدايات الثمانينات حديث قديم فلما كنت أحاول الدخول من الباب إلى داخل المسجد لفت نظري كتابة جميلة على الكهش الأزرق قرأت هذه الكلمة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هذه الكلمة هزتني هزتني هزا وفي اللحظة نفسها وفي اللحظة نفسها عرفت أن من كلمات صاحب الأمر لم أكن قد قرأتها في التوقعات لكن اللحنة واضح في كل حرف منها هذا كلام الحجة بن الحسن على الأقل بالنسبة لي إنني أزعم أنني أتذوقه لن تتيها هذه الكلمة عن إدراكي هذا كلام صاحب الأمر لكنني ما قرأتها ولا أعرف مصدرها كنت متحمسا أن أكمل زيارتي وصلاتي في المسجد كي أعود إلى مكتبتي أريد أن أبحث عن هذه الكلمة رجعته وبحثت في كتبي عثرت عليها عثرت عليها وعثرت على تفاصيل حكاية ميرزى مهد الأصفهاني وبحثت كثيرا عن هذه الواقعة حتى أصبحت ملما بكل تفاصيلها إنني ما حدثتكم بكل التفاصيل أجملت لكم الحديث وذهبت باحثا عن كتبه جمعت كل الكتب التي استطعت أن أحصل عليها من كتب المدرسة المعارفية من كتبه ومن كتب تلاميذه على أي حال لا أريد أن أحدثكم عن التفاصيل الأخرى هذه الكلمة هزتني لكنني لا أخفيكم سرا ما اقتنعت بالكلام الذي قرأته في كتب المدرسة المعارفية قد أتفق مع بعضه لكنني ما اقتنعت ولا تفاعلت تفاعلا شديدا مع احترامي وإجلالي لهذه المدرسة بالقياس إلى المدارس الأخرى كل المدارس الشيعية لها محاسنها ولها مساوئها ما من شيء إلا وله محاسن وله مساوئ وفي الحقيقة نحن إذا أردنا أن نقيم أنفسنا فإن تقييمنا في دعاء يوم عرفة إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي هؤلاء نحن في أحسن أحوالنا الوحى 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 الأمان الأمان أسألك الأمان أمان الدين وأمان الدنيا وأمان الموت والقبر وأمان الآخرة نذهب إلى فصل ترجمة نانسي قنقر